اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريطانية بدعوة من نظيره الموريطاني الفريق المختار بل شعبان قام السيد الفريق أول سعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة إلى كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس وكذا المجمع متعدد تقنيات بن واكشوت زيارته هذين الصرحين التكوينيين شكلت فرصة لسيد الفريق أول والوفد المرافق له للاطلاع عن كثب على التجربة الموريطانية في مجال التكوين العسكري والعلمي عالي المستوى حيث تابع عروضا مفصلة عن هاتين المنشأتين وقدمت له شرحة وافية عن أقسامها ومهامها التكوينية إثر ذلك تنقل سيد الفريق أول سعيد شنغريحا إلى مقر الأركان العام للجيوش الموريطانية أين أشرف رفقة الفريق مختار بلا شعبان على مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جيشي البلدين في مجال تبادل المعلومات بين المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي عن الجانب الجزائري وقائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري للأركان العام للجيوش على الجانب الموريطاني في الأخير تبادل الطرفان الهدايا الرمزية